السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة لإذا يريد بعد إذا كنت تستطيع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعونا برأيك عشان يوصلكم كل جديد ولا أن نوفيكم بأسعار تأجيل السيارات في مصر 2022 والمستندات المطلوبة أولا المستندات المطلوبة لتأجيل السيارات في مصر 2022 يجب على المستاجر أن يكون لديه رخصة قيادة حتى يتسنى له القيادة بطرق قانونية دون حدوث مخالفات على السيارات كما ويجب على المستاجرين أن يكون لديهم فيزة بنكية حتى يتمكنون من دفع قيم الإيجار للسيارات ويجب أن تكون الرخصة المصرية أو الدولية سارية وغير منتهية يجب أن يكون المستاجر حامل لبطاقة رقم قومي سارية كما يجب على المستاجر من خارج مصر أن يكون لديه جواز سفر ثاري ويحمل تأشيرة داخل مصر السن في الشروط السن من الشروط المهمة لتأجيل السيارات حيث يتطلب السن 21 سنة لبعض الشركات وشركات أخرى تطلب سن لا يقل عن 25 سنة كما وتطلب وجود عقد ملكية لمحل الإقامة في مصر ويجب على المستاجر أن يكون لديه يصال الكهرباء ومكتوب عليه إثمه أو اسم الوالد وموجود في مصر كما يجب على المستاجرين السيارات لأصحاب الشركات أن يكون لديهم سجل تجاري ثاري في المدة الحالية والمطلوبة ويحمل اسم الشركة يجب على المستاجر من أصحاب الشركات أن يكون لديه بطاقة ضربية تحمل اسم الشركة كما ويجب على أصحاب الشركات أن يكون النشاط التجاري لهذه الشركة ماذا لقائم ومستمر أسعار تأجيل السيارات في مصر 2022 جميع المركات يبلغ سعر تأجيل سيارة مركة نيسان صيني من الفاء الأولى نوع اوتوماتيكا وموديل 2019 حوالي 6500 جنيه مصري شهريا يبلغ سعر تأجيل سيارة مركة نيسان صيني من الفاء الأولى وموديل 2017 حوالي 6000 جنيه مصري شهريا يبلغ سعر تأجيل سيارة مركة F3 موديل 2019 فأولى حوالي 7000 جنيه مصري شهريا يبلغ سعر تأجيل سيارة مركة جيلي باندا موديل 2015 فأولى حوالي 5000 جنيه مصري شهريا يبلغ سعر تأجيل سيارة المركة BYD موديل 2019 أولى حوالي 6000 جنيه مصري شهريا يبلغ سعر تأجيل سيارة المركة هنداي فأت الانترا موديل 2016 اوتوماتيك حوالي 500 جنيه مصري يبلغ سعر تعجيل سيارة ماركة أوبل فأت أسترا موديل 2015 اوتوماتيك حوالي 650 جنيه مصري لمدة تسبوع يبلغ سعر تعجيل سيارة ماركة بيم دابليو فأت 6X6 موديل 2020 اوتوماتيك حوالي 500 جنيه مصري يوميا يبلغ سعر تعجيل سيارة ماركة نيسان فأصيني موديل 2019 اوتوماتيك حوالي 220 جنيه مصري اسبوعيا يبلغ سعر تعجيل سيارة ماركت هونداي فأت الانترا موديل 2020 اوتوماتيك حوالي 500 جنيه مصري يوميا يبلغ سعر تعجيل سيارة ماركت كيا فأت كارينز موديل 2017 اوتوماتيك حوالي 500 جنيه مصري يوميا يبلغ سعر تعجيل سيارة ماركت كيا فأت سيارتو موديل 2013 اوتوماتيك حوالي 300 جنيه مصري حوالي 300 جنيه مصري شهريا يبلغ سعر تأجير سيارة ماركت لانصر شاركة أول فأة أوتوماتيك موديل 2017 حوالي 450 جنيه مصري أسبوعيا يبلغ سعر تأجير سيارة مرسيد السابينز موديل 2020 أوتوماتيك حوالي 500 جنيه مصري يوميا وبهذا قد أوفينكم بأسعار تأجير السيارات في مصر 2022 والمستردات المطلوبة لا تنسوا الاشتراك في القناة دعم الله السلام عليكم ورحمة وبركاته